إذن للمزيد من التفاصيل مشاهدين نرحب من بيروت بمراسلة المشهد سارة شحادي أهلا بك سارة يعني آخر التفاصيل لديك بعد فشل جلسة البرلمان نعم مالك أخفق البرلمان للمرة الثانية عشر بانتخاب رئيس للجمهورية وطبعا يعني أحد السيناريوهات التي كانت مطروحة حصلت بالفعل بتطيير نصاب الجلسة الثانية وانتهت عملية فرز أصوات النواب المقترعين في الدورة الأولى وجاءت على الشكل التالي بالنسبة لجهاد أزعور حصل على 59 صوتا أما سليمان فرنجي 51 صوتا ورقة بيضاء صوت واحد زياد بارود سبعة أصوات وورقة ملغات بالإضافة إلى لبنان الجديد ثمانية أصوات جوزيف عون صوت واحد يعني غير واضح حتى هذه اللحظة من أخلف بوعده من الكتل السياسية يعني على سبيل المثال لبنان الجديد كان من المتوقع أن يصوتوا بعشرة أصوات وبالتالي صوتوا بثمانية أصوات للبنان الجديد بالنسبة لسليمان فرنجي لم يكن من المتوقع أن يحصد هذا العدد أيضا من الأصوات والواضح أن هناك اتفاق ما يدور في الكواليس يعني على الأرجح لن يصرح النواب حول ما حصل داخل الجلسة عن الأرقام أو تفاصيل الأصوات كما ذكرت 51 صوتا لفرنجي بعكس ما كان متوقعا بالمعلومات أو التحليلات نعم إلى أين ستتجه صار الأمور بعد فشل هذه الجلسة؟ نعم يعني ذلك أو هذه الجلسة تطرح علامات استفهام حول يعني هل يستمر التقاطع بين القوى المسيحية؟ هل سيستمر دعم حزب الله لفرنجي؟ يعني الواضح اليوم أن هذه الجلسة رسمت حجم كافة القوى السياسية يعني للبناء على واقع جديد يعني يمكن أن نكون قادمين فيه على ترشيح اسم توافقي جديد وبعض الأوساط السياسية ترجح أن يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون يعني هذه أبرز التحليلات والتكهولات عن الجلسة اليوم صار الأيضا لا تطلعين على ردود فعل النواب يعني لحظة خروجهم من البرلمان كان هناك أيضا بعض اللقاءات الصحفية والاعتراضات على ما حدث داخل الجلسة نعم يمكن الحديث عن أن النواب اعتردوا على طريقة رفع رئيسا مجلس النواب نبيه بري للجلسة واعتبروها غير دستورية وطالبوا بإعادة فرز الأصوات من جديد نظرا حسب عدد الأصوات البعض رأى أنه هناك ضرورة بإعادة الفرز ليصبح 128 ورقة حسب عدد النواب الموجودين نعم واضح شكرا لك من بيروت مراسلة المشهد سارة شحادي على جميع هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر